تعديل القانون وليس العفو نحن نعرف العفو عن من هو ارتكب خطأ ومجرم ونعفو عنه أما هو مش كوكبي وبعده مظلوم وجيدا ننطيع عفو هو مظلوم بمفروض هذا نعوضه يعني مو نجي نسوي عليه من نية باطلاق صراحة تعريف العفو مهم جدا في هذا التعريف في هذا التعريف اللي جانا بشكله بصيخته غير جيد نحن نريد نغير هذا في القراءة الثانية نعمل مع أخواننا الآخرين بالقانونية في اللجنة القانونية ومن ثم نطرح للقراءة الثانية ومن ثم للتصويت يعني أقب بالكم فئات مشمولة راح تخلوها تمضمهم من هذا العادة التعريف عدنا شغلتين أساسية اللي هم المخبر السري اللي انتزعه وكذلك الحال بالاعترافات بالإكرار أكو فقرة موجودة بالتعريف اللي هو موجود في سجلات داعش أيضا أنا أولا أنا ما معترف بداعش كيف أعترف سجلاته نعم السجلات اللي موجودة عنده هاي نقطة نقطة الثانية داعش يحسب نفس دولة سوى جرد في كل اللي موجودين في المدينة واللي ما خرجوا وما قدروا يخرجون ما صارت لهم فرصة يخرجون سجلهم سجلهم فكيف نكون نعتمد على هذا اللحصائي اللي موجود في السجلات فهذا النقطة مهمة جدا